موسيقى يعني هي النقطة الانطلاق هو مفهومنا عن الكتاب المقدس والنص المبين إيدينا كمفهوم وحي ويبنى عليه طريقة التفسير للنص فطريقة التفسير نفسها مختلفة فانا لو انا داخل على هذا النص على اعتبر انه دواصية وبالتالي انا مفروض ان انا اعيد تطبيقها مرة تانية هيكون عندي مفهوم ان انا انسان عنيف وهتوجه دايما لابدة الدماء وراكض الدماء وهو اصبح انسان داعيشي في حياتي لكن لو انا شايف انه النص دوان اقدر ان انا اقوله زي ما قال ابونا كميل او اقدر افكر فيه اعيد التفكير مرة تانية فيه فهقدر افهم انه هو بيحكي عن احداث ورؤى اشخاص من جانب وبيحكي على في بعض الاحيان نوع من انواع تطبيق العيال انا عاوز افرق ما بين نوعين من انواع العنف في العهد الأديم في نوع من انواع العنف كان جزء منه ممكن نكون شوية بنشوف انه الله او المجموعة بتقف في ظهر ناس مهمشين او مطحونين او مقهورين في نوع من انواع العنف هو عنف استطاني محتاج انه يتوقف يعني يتنبذ اساسا في حد ذاته النوع الاولاني هو انه انا شايف شعب فقير ايا كان هذا الشعب بشوف الله واقف مع هذا الفقير بيدافع عنه وبيقول انه لو انتم ما اخدتوش بالكم من هذا الفقير او هذا المهمش او هذا المقهور او هذه الارمالة او هذا الانسان المظلوم الواقع لظلم فقالضاه هنا بيقول انا هديري التاريخ من خلال ان انا ارفع الظلم عن هذا الشخص وانه مش ابادة بقدر ما انه تطبيق عدالة في الوقت ده ده جانب لكن الجانب التاني يعني كان مفهوم للعدالة كان مفهوم للعدالة في جانب في وجه او في احداث نقدر نقول عليها انه ده تطبيق ده عموس كان بينادي بتطبيق العدالة على الناس الظالمة في المجتمع بتاعه اللي بتقهر الفقراء بتقهر المهمشين اللي بتقهر الناس اللي حواليهم وبينادي بتطبيق العدالة الاجتماعية وبيقول ان احنا محتاجين نطبق العدالة الاجتماعية في اللحظة دي هو مش بيقول ان انا نقيم دولة عنف لكن بنقول نقيم دولة عدالة ودولة العدالة هنا أن الإنسان اللي بيقهر المظلوم يحتاج أنه يرفع هذا القهر عن المظلوم بشكل أو بآخر بتطبيق عدالة من هذا الشكل لكن في جنب تاني هو الحروب اللي فيها نوع من أنواع الاستيطان لأرض فلسطين أو مشابه ذلك ده مختلف ده محتاج أنه يتفهم أن دي حركات استيطانية قبلية في الوقت دون وتحرك قبائل في أماكن المنطقة دية منطقة فلسطين وإزاي أنه تحرك القبائل دي كانت تتصارع وكان كل إله بيقول أنه إلهي قال لي أن أنا أبيد القبيلة لجنبي أو أغزو القبيلة لجنبي أو الكلام ده كله فالكتاب المقدس بيرصد كلام الناس بدون تغيير فيه فبيقول أنه ده الناس بتنادي بأنه إحنا نغزو أو الله بيدعونا أن إحنا نغزو أو نقهر أو نبيد أو نحرم وأعتقد أنه ده بعيد عن الله بس الكتاب المقدس كجزء من التوصيق للأحداث وأنه الله بيتكلم من خلال كل شيء في الكتاب المقدس وأنه كلام البشر بيصاغ فيه في داخله فبالتالي مش محتاج أنه يغيره لكن التغيير هو إزاي نقرأ النص ده محتاج أن نقرأه بعين مختلفة بعين أنه الله لم يأمر بهذا الشعب اعتقد بهذا الشكل بدأ يعمل نوع من أنواع التحريك القبائل اللي موجود في الوقت دوا بهذا الشكل الأمر ده مرفوض يعني ده مش ربنا اللي قال مش ربنا أبدا لكن هو الإنسان فهم إن ده وسيط ربنا أو ده كلام ربنا ده كتير قوي من الأوقات بينفهم أنه ربنا بيقول لنا حاجة وهو ربنا ما عملهاش أو ما قالهاش يعني أنه إحنا سعاد بنعتقد بعض الناس تعتقد أنه أنا علي ربنا دعيني أنه أنا روح أقتل البجار اللي جمي أو أن أنا أروح أبيد فلان لأنه عمل حاجة غلط بعض الناس محاكم التفتيش في القرون الوسطى على سبيل المسائل يعني لو إحنا طلعنا برا الكتاب مقدس في أحداثنا وطلعنا عن حاجة ممكن تكون محايدة إحنا بنبص أنه محاكم التفتيش في وقت معينة كانت فكرتها مبنية على إقامة القيم والأفكار اللي زي كده لكن تحولت من أن هي بتحاول تقود الناس للقيم إلا أصبحت أنها مذابح للناس اللي بيفكروا أو اللي بيختلفوا أو اللي بيعترضوا